احتفت السلطة المحلية بمحافظة المهرة بالذكرى السابع والخمسي لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة بإقامة حفل خطابي وفني حضره وزير الدولة اللواء محمد عبدالله كده وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية وقادة الوحدات العسكرية والأمنية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصية الوطنية وجمع من أبناء المحافظة وفي الحفل نقل محافظة المهرة محمد علي ياسر تهاني لأبناء المهرة تهاني وتبركات فخامة الرئيس عبدالرب منصور هدي رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة مؤكدا على ضرورة استلهام الدروس والعبر من هذه الثورة التي انطلقت شررتها من جبال ردفان الشماء في 64 من أجل التحرر من الاستعمار وكانت امتدادا لثورة 26 من سبتمبر 62 ولفت المحافظة ياسر إلى أن المهرة صارت قبلة كل اليمنيين لوجود الأمن والاستقرار مستعرضا الدلالات والمضامين الوطنية لثورة 14 من أكتوبر المجيدة والنجاحات التي حققتها حتى اليوم والتي ستتحقق في ظل القيادة الحكيمة لفخامة المشير الركن عبدالرب منصور هدي رئيس الجمهورية تخلى للحفل عددنا من القصائد الشعرية والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية والتراثية التي عبرت عن الفخر والاعتزاز بالثورة والوطن